مشروع قانون المحال التجارية لا يزال يشكل تحديا قائما أمام الحكومة خاصة بعد أن أعلن عدد من النواب في الاتلاف أنهم لن يصوّطوا لصالحه آمل أن نحصل على الأكثرية ولكن على أي حال رئيس الاتلاف سيعد الأصابع وإذا تمكننا من التصويت على القانون اليوم سنفعل وإلا فإننا سنؤجل ذلك وقد بادر إلى مشروع القانون حزب شاس المتزمت وبموجب القانون المقترح فإنه بإمكان وزير الداخلية إلغاء القوانين المحلية التي تسمح بفتح المحلات التجارية في أيام السبت المقدسة عند اليهود كل إنسان لا يتأثر بالشعرات التحريضية ويغوص في عنق الموضوع يفهم أنه دون هذا القانون سنكون عرضة لكم من هائل من الشبكات التجارية والمحلات التي ستفتح أبوابها أيام السبت وسيحولون يوم السبت المقدس إلى يوم المشتريات القومي وكان عدد من النواب من حزب الليكود وجميعنا وإسرائيل بيتنا رفضوا الانصياع للانضباط الاتلافي والتصويت إلى جانب القانون كما أوضحنا في المرات السابقة فإن حزب إسرائيل بيتنا سيصوت ضد قانون المحال التجارية ورأت عضوة الكنيسة شيران هاسكيل من حزب الليكود أن القانون هو إقحام في الدين وابتزاز من قبل شاس موقف لم يكن مغيرا عن موقف المعارضة هذا الاتلاف يغني فيه كل على ليلة ونحن سنثبت للحكومة المنشغلة بنفسها بأننا سنلتقي في صناديق الاقتراع قريبا وقد التمس رئيس الاتلاف الحكومي إلى محكمة حزب الليكود من أجل طرد عضوة الكنيسة هاسكيل من الحزب الأمر الذي اعتبره البعض بأنه مؤشر على المحنة التي تواجهها الحكومة خاصة أنه في السابق سمح لنواب بالتصويت بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم من القدس حيا قاسم الحرة